فجأة تتحول هذه الأرض منزوعة السكان إلى ممر يربط العاصمة بغداد بمدينة كربلاء بغرض تأدية الزيارة الأربعينية ناحية جرف الصخرة الممنوع سكانها من العودة إليها منذ تسع سنوات بذراء عشدة كوجود ألغام ومخلفات حربية حولت السلطات الحكومية أجزاء منها إلى طريق مختصر لمرور الزائرين بحسب اللجنة المشرفة على إجراءات الزيارة أما عن المخاطر التي كانت تمنع عودة سكان الناحية إليها فلا يبدو أثر لها اليوم أو أنها لا تنطبق على الراغبين بتأدية الزيارة وفقا لتصريحات وزير الداخلية في العراق عبد الأمير الشمري اليوم افتتحنا طريق مهم وجسر مهم يربط بين بغداد وبابل وكربلاء الموضوع يتعلق بجسر الفاضلية المدمر تم انشاء جسر حديدي والآن هذا الطريق هو ربط بين جرف النصر وكربلاء هذا الطريق أشجع بأن يسلك الزوار لأنه طريق سهل ومختصر وسريع وكذلك طريق مؤمن من قبل قوات الأمنية وبينما تحاول هذه الآليات تغيير شكل ناحية وربما طمس تاريخها ما زال المهجرون من أهالي هذه الناحية التي يسيطر عليها خليط من الميليشيات يعيشون في خيام بالية غير صالحة للعيش في مخيمات بزيبز بمحافظة الأنبار على الرغم من أن الحرب وضعت أوزارها في الناحية منذ نحو عقد من الزمن والله وضعنا تعبان ومرضي ومعانات ماكو لا فرش لا بطانيات لا غذائية حتى الغذائية قطعوها خاصة أننا هنا صار أننا يمكن أكثر من خمسين بيت هنا مهجرين بس في هذه الحارة أرامل ويتامة والله نحن نازعين من جرفة الصخار صار أننا عشر سنوات هنا وهذه المعانات تشوفونها وكهرباء ماكو مولدة ماكو اللي عنده خيمة عنده خيمة والماء عنده خيمة بانطين صار لعشر سنوات السنة يعني ذيش شتوية هناك بيوت راح توقع ويخر عليهم للصباح الماين هذه الشهادات ترسخ القناعة لدى الكثيرين بأن السلطات الحكومية مستمرة بسياسة العقاب الجماعي وتشي بمدى إصرارها على بقاء هذه المأساة الإنسانية مفتوحة مهما حاولت الترويج لمدى تسامحها الديني لا سيما في مثل هذه المناسبات ترجمة نانسي قنقر